بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق مولانا وحبيبنا وقائدنا أبي القاسم المحمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد أن صلى في الدعاء على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الإمام عليه سلام الله تعالى عليه قال وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين لماذا ورد في الدعاء الصلاة على الصديقة الزهراء سلام الله تعالى عليها لأنها تعتبر ركم أساس من أركان تطبيق الإسلام الحق ومن أركان التعبئة والدعوة إلى الله تعالى من هي؟ هي الصديقة من أجل لقب الصديقة؟ يروى عن أمير المؤمنين السلام الله تعالى عليه أنه قال وزوجتي الصديقة الكبرى وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في أمال الصدوق وزوجته يعني عم يحكي عن الإمام علي عليه السلام وزوجته الصديقة الكبرى ابنتي هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي الصديقة الطاهرة طيب الطاهرة شو الطاهرة؟ الطاهرة المعصومة وهذه نقطة مركزية لأنه هي واحدة من أهل الكساء الخمسة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرسة أهل البيت ويطهركم تطهيرا كلنا من نعرف أنه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى المنزل ووضع كساء ودخل تحت الكساء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين الخمسة أهل الكساء نزلت عليهم الآية الكريمة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرسة أهل البيت ويطهركم تطهيرا تطهير من الذنوب تطهير من الآثام العصمة الحقيقية التي تجعل الواحد المعصوم أكان نبيا أو إماما أو السيدة الزهراء عليه السلام من الذين لا يرتكبون خطأا ولا معصية ولا أي انحراف وبنفس الوقت علم المقام الأعظم والأعلى في الدنيا وفي الآخرة هي فاطمة سيدة نساء العالمين سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين يعني مش سيدة نساء عالمين عصرها لا هي سيدة نساء العالمين في كل عصر من دون استثناء يعني هي المرأة الأولى على مستوى البشرية قديما وحديثا وإلى يوم القيامة المعصومة التي حملت تعاليم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجسدتها خير تشسيد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنها وأما ابنتي فاطمة فإنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين وهي بضعة مني وهي نور عيني وهي ثمرة فؤادي وهي روحي التي بين جنبي وهي الحوراء الإنسية متى قامت في محرابها بين يدي ربها جل جلاله زهر نورها لملائكة السماء كما يزهر نور الكواكب لأهل الأرض ويقول الله عز وجل لملائكته يا ملائكتي انظروا إلى أمتي فاطمة سيدة أماء ماء قائمة بين يدي ترتعد فرائصها من خيفتي وقد أقبلت بقلبها على عبادتي أشهدكم أني قد أمنت شيعتها من النار هذه فاطمة فاطمة التي يحبها الله تعالى وتحب الله تعالى فاطمة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها كيف تسير هذه أنه الله بيرضى لا رضى أم صالحة عبد من عباده فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليه لأنها لا ترضى إلا لله ولا تغضب إلا لله ما في موقف من مواقف السيدة الزهراء عليه السلام في كل حياتها إلا وكان الموقف لله وفي سبيل الله ما إلى شيء لحالها ما بتهتم بشؤون الخاصة تؤديها كما يجب بحسب تعاليم الشريعة لكن هي تعمل الرسالة وتخدم الرسالة وتعبر عن موقعها كمعصومة وكسيدة جليلة تؤثر الأثر العظيم في حياة الأمة إمامنا الخميني قدس الله روحه الشريفة صلت الضوء على مكانة السيدة الزهراء عليه السلام بجعل يوم ولادة الزهراء عليه السلام يوم المرأة المسلمة العالمي لماذا؟ لأنه هي الرقم واحد بين النساء على وجه الأرض من الأولين والآخرين ولأنها قدوة يقول يوم عظيم اليوم ولادة امرأة تعدل جميع الرجال هنا ما بيميز الإسلام بين رجل وإمرأة بالطاعة لله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم لما السيدة الزهراء أتقى بتساوي آلاف الرجال جميع الرجال تعدل جميع الرجال إمرأة نموذج للإنسان إمرأة تجلت فيها كل الحقيقة الإنسانية إذن اليوم يوم عظيم إنه يوم كن أيتها النساء وعلى فكرة لما نحكي عن قدوة السيدة الزهراء عليه السلام ما من أقول أنه قدوة للنساء فقط لا هي قدوة للنساء والرجال لأنه هي قدوة إسلامية هي لها مكانة الأئمة عليه السلام وبالتالي قال إمامنا الخامنئي دام ظل عنها إنها المرأة التي بلغت في عمرها القصير لأنه أغلب الروايات تتحدث عن أنه استشهدت وبلغت فوق 18 سنة بقليل إنها المرأة التي بلغت في عمرها القصير مراتبة معنوية وعلمية توازي مراتب الأنبياء والأولياء هذه هي السيدة الزهراء عليه السلام طبيعي لما نجي نلعي بالدعاء نصلي على الصديقة الزهراء سيدة نساء العالمين هذه الصديقة الزهراء هي التي في عظمتها في علمها في مكانتها في عبادتها لما اشتغلت كمسؤولة في الحياة الزوجية كانت نموذج راقي سمعوا أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه شو بيحكي عن زوجة الزهراء في الحياة الزوجية فوالله ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمر حتى قبضها الله عز وجل إليه ولا أغضبتني ولا عصت لي أمرا ولقد كنت أنظر إليها فتنكشف عني الهموم والأحزان حياة زوجية راقية انتجاما مع المسؤولية الملقات عليها كزوجة يعني لما واحد بيكون عنده هالمقام مثل أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه وإنسان عظيم عنده هالمقام مثل السيدة الزهراء عليه السلام نتوقع أنه هيدا المقام بيمنع القيام بالحقوق والواجبات المادية العادية اليومية لا أبدا بل أداء أفضل أداء أفضل رقي فوالله ما أغضبتني ولا عصت لي أمرا هيدا السيدة الزهراء عليه السلام نحن لازم نتعلم منها نسائنا لازم نتعلم أنه الصلاح والتقوى بيفترض أنه نحن نعمل أفضل أداء نموذجي من أجل أن نكون مقتدين بالسيدة الزهراء عليه السلام لأن الإسلام فكر وسلوك إذا ما كان عندنا سلوك السيدة الزهراء ما كنا عم نقتد فيها ما كنا عم ناخد منها شو ما كنا عم نعمل لذلك بتلاحظوا الدعاء اللهم صلي على الصديقة الطاهرة لحتى نعيش مع السيدة الزهراء في دعائنا بالتطبيق العملي والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة